الأمر صعب بالنسبة للولايات المتحدة أن تسير وحدها في دعم إسرائيل لأن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تمثل الاتحاد الأوروبي هذه الدول بدأ ينقلب مقفها بشكل جذري وبالتالي المسألة لا تتعلق فقط في التوقف عن دعم إسرائيل والحديث عن مطالبة بوقف اطلاق النار المسألة هي لها أبعاد أخرى تطرحها إسبانيا مثلا مسألة أن يكون هناك اعتراف في الدولة الفلسطينية وإذا بدأت دول أو بعض الدول الأوروبية لأن إسبانيا وبلجيكا هددوا وإذا لم يتم اتخاذ قرار في المنفوضية الأوروبيين الأوروبية قد يتخذون قرار منفصل البدء بالاعتراف في الدولة الفلسطينية الاعتراف في الدولة الفلسطينية سيسبب حرج كبير للولايات المتحدة لأنها يعني بأن كل عملية إسرائيلية هي اعتداء على دولة معترفة فيها من قبل جزء كبير من دول العالم لأن بدء الاعتراف أو بدء سلسلة الاعتراف في الدولة الفلسطينية سيقود إلى دول أوروبية دول من أمريكا اللاتينية دول أفريقية دول عربية كل هذا سيؤدي إلى حرج كبير للولايات المتحدة. النقطة الثانية وهي الأهم أعتقد بأن ما يأتي في غزة بدأ ينعكس على تحالفات الولايات المتحدة. مثلا الولايات المتحدة أعلنت عن تحالف في البحر الأحمر يضم دول أوروبية. بعد اتصال بين سانشز وبين بايدن رئيس الوزراء الإسباني والرئيس الأمريكي. أعلنت إسبانيا انسحابها من هذا الاتفاق. والأمر لا يتعلق في خلافات حول التحالف. الأمر يتعلق في خلافات حول السياسات. وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد خسارة كل حلفائها. لأنها بحاجة إليهم في مسألة تمويل أوكرانيا. في مسألة استمرار دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا. كثير من النقاط المتشابكة. وبالتالي هو يؤثر على الموقف الأمريكي. ولكن ليس ذلك التأثير الكبير. ولكن الأهم بأن دول رئيسية مثل فرنسا التي هي عضو في مجلس لامن. بدأت تغير من موقفها. نتيجة حسابات إقليمية أوروبية دولية كثير من الحسابات. هذا يحرج الولايات المتحدة ويدفعها لأن تضغط من أجل أن يكون هناك وقف لإطلاق النهار. مسألة إيقاف الحرب بشكل كامل. أعتقد بأنها صعبة. الأفضل الآن ذهب إلى هدنة. هدنة تمدد لاحقا. ثم يتم الحديث عن تسويات في كل الجانبين. لأنه يجب أن تجه تسويات في الداخل الإسرائيلي. تغيير هذه الحكومة من اليمين المتطرف. مع تسويات أيضا فلسطينية. حتى يتم الحديث عن إمكانية التوصل إلى حلول سياسية. وهنا هذه نقطة مهمة. مسألة إيقاف الحرب بشكل كامل. وربما هذا ما يحاول الأمريكيون والإسرائيليون الآن. الاتفاف عليه كما يرى البعض. من خلال حديث عن مرحلة جديدة من هذه الحرب. هي مرحلة أقل شدة. ستشهد عمليات موضعية أو عمليات جراحية. ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة. مع الاحتفاظ ببعض التمركزات. وبعض المواقع في القطاع. هل ربما ينطلي هذا على المواقف التي تغيرت الآن. كالموقف فرنسا والمواقف الأوروبية. أم أن هذا ربما سيلقى نفس الرفض من قبل هذه الأطراف. التي ستبقى مصر على وقف كامل لإطلاق النار. والدخول في مسار للتسوية. هذه الأطراف ستبقى مصر على موقفها. في مسألة وقف كامل لإطلاق النار. لأن هذه الخطة الإسرائيلية هي في حال عدم التوصل إلى تسوية. بمعنى حتى لو فشلت المبادرات الحالية. وفشلت المفاوضات. فشلت مفاوضات. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بشكل هذه الحرب الحالية. التي تقودها الآن. سياسيا أنا أتحدث. لأن المسألة تتعلق في أنك لديك حرب مفتوحة. لا تحقق نتائج بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. ودعمها دوليا. وبالتالي سينتقلون إلى المرحلة الثانية. أنه بمعنى حققوا انتقامها. وسيقومون ببعض العمليات الانتقائية والجراحية. كما ذكرت حضرتك. وأن يكون هناك تمركزات أخرى. النقطة الأخرى بأن ما يجي في كواليس الدبلوماسية الأوروبية. هو ليس حديث عن إنهاء هذه الحرب. هو حديث عن إنهاء هذا التوتر في الشرق الأوسط. بمعنى الآن هناك قناعة. بأن المسألة يجب أن تكون في طرح حل الدولتين. وطرح مسار سياسي. المسألة ليست حماس. وليست الجهاد. المسألة بأن هناك رفض فلسطيني. بمعنى حتى لو كان هناك وجود فتح أو منظمة التحرير الفلسطينية. أو أي جهة كانت. ستبقى هذه المشكلة قائمة. في مسألة الاحتلال وإنهاء الاحتلال. وفق قرارات الأمم المتحدة. وليس ما يريده الفلسطينيين أو الدول الإقليمية. النقطة الثانية. بأن ما يحدث في غزة بدأ ينعكس إقليميا ودوليا. ولا أحد يريد توسعة هذه الحرب. والولايات المتحدة التي لديها مشاريع اقتصادية طموحة. هي بحاجة إلى تهدئة في هذه المنطقة. هذه التهدئة يجب أن تطرح وفق مسارات سياسية. ولكن هنا يجب أن يكون هناك تسويات دولية وإقليمية وضمانات إقليمية. وأعود هنا إلى حديث الرئيس التركي. على أن تركيا مستعدة لأن تكون متواجدة في ضمانات لشكل السلطة القادمة في قطع غزة. وهذا حديث سابق. يعني بأن الدول الإقليمية يجب أن يكون لها دور فيما يتم الحديث عنه. لا يترك الأمر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي فقط. لأن هذا يعني بأن المسألة ستعود إلى الاشتباك مرة أخرى. ضمانات إقليمية مع الفلسطينيين. ضمانات دولية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة تضمن إسرائيل. هذا قد يقود إلى تسويات قادمة. خاصة أنه أيضا هناك مقطة مهمة في كل ما نتحدث عنه. بأن شكل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية سيتغير. بكل الاحتمالات هو قابل للتغييس. سواء كان تم إطلاق صراح مروان بارووسيس. سواء كان تم وجود أسماء جديدة. بمعنى أن هذا الخلاف بين حماس وفدح يبدو بأنه سينتهي بجزء كبير. وبالتالي سيكون موقف أكوى.